طيب خلينا نتكلم بقى شوية عن مباراة الاهلي وسان داونز اللي هتلاها ببكرة ان شاء الله الساعة 9 وطبعا اللي اكيد عشاء النادي الاهلي وجمهوره في كل مكان مستنين نادي الاهلي حق الانتصار طبعا النهاردة كان في مباراة في المجموعة فغاية الاهمية والنهاردة المريخ قدر ان هو يفوز على شخيخه الهلال 2-1 وبكده المريخ بيصعد لصدارة المجموعة بالتساوي مع سان داونز المريخ في المركز الاول 4 نقاط سان داونز 4 نقاط الاهلي نقطة من مباراة واحدة لان احنا هيا رفين كلنا النادي الاهلي متأجله مباراة المريخ في الجولة الاولى وفي النهاية طبعا الهلال في المركز الاخير في المجموعة في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بس واعتقد ان فوز المريخ دوت حيدي دافع اكيد كبير جدا لنادي المريخ ان هو يبقى عنده ان هو يقول ان انا حقاتل وان انا ممكن ان انا اخطف بطاقة من بطاقتين التأهل للأدوار اللي بعد كده خصوصا ان احنا بنعترف ان المريخ مختلف برضو عن السنة والسنتين اللي فاتوا والهلال نفسه كمان احسن من السنة والسنتين اللي فاتوا ولكن خلينا نقول ان في بداية كده ما بنقول المجموعة بتقول ان فيه الاهلي وساندونز فكل الناس بتذهب بترشحتها للاهلي وساندونز ولكن النهاردة بنقول ان المريخ من مباراتين عنده اربع نقاط ده حاجة هتدي دافع كبير جدا لنادي المريخ وتخلي كمان نادي العلي يبقى فيه اقصى تركيز ليه فيه مبارات الغد اللي كل الناس شايفاها انها مباراة صعبة لان ساندونز فرقة من الفرق اللي انت دلوقتي بقالك كم سنة اما بتتكلم بتقول الفرق المرشحة في اي بطولة افريقية بتتلعب في دور الابطال بتقول الفرق المتواجدة فرق شمال افريقيا بالاضافة لساندونز كان الفرق فيه فرق كانت بتظهر شوية وبتختفي ان ينبى ظهر فترة من الفترات خد البطولة سنتين وبعد كده اختفى مازينبي ظهر خد البطولة سنتين وبعد كده اختفى ولكن بيفضل ساندونز هو الفريق الافريقي الوحيد اللي بيتقال مع فرق شمال افريقيا انه هو مرشح للقب عشان كده كل الاهتمام بمباراة الغد والاهل مطالب انه هو يعمل مباراة كبيرة في ملعبه وطبعا هيبقى فيك حضور جماهيري كمان